موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في مقابلة تلفزيونية مع قنوات الفضائية ظهر وزير الخارجية السابق في حكومات المتعاقبة من عام 2003 لحد الآن هو الشيار زيباري وضمن البرنامج تحدث عن كان يسأل المقدم البرنامج عن عن حديث لوزير المالية السابق علي علاوي زمن مصطفى الكاظمي وتحدث في وقتها وزير المالية عن عدد المليار ديرية في العراق قال بحدود 30 مليار دير موجودين في العراق لكن هو الشيار زيباري يعني ضحك على هذه المعلومة رغم أنه قال أنه يثق بعلي علاوي لكن هو يقول لنجعلهم 35 مليار دير ربما هذا الرقم طبعا هو في مخيلة كل العراقين يعني في يقين كل العراقيين أنه كثيرين من العراقين وربما أكثر من هذا العدد يمتلكون مليارات من الدولارات لكن أن يقول أحد أرباب العملية السياسية أحد رموزها الذين شاركوا فيها من عام 2003 وقبلها فيما يسمى بالمعارضة التي كان يسمونها في صم معارضة عراقية مع الأسف الشديد هؤلاء يعني من يكون واحد من رموزهم يتحدث عن الموضوع قضية تأخذ بعد آخر فهو يقول أنه يعني نجعلهم 35 شخص يمتلكون أكثر من مليار دولار والمعلومة صادمة الحقيقة بحجم المليار دولار المليار دولار ألف مليون دولار يعني مبلغ كبير هؤلاء الخمسة وثلاثين يعني يمتلكون مبالغ أو أموال تفوق موازنات دول هو السؤال من أين لهم هذا يعني مهجتهم هذه الأموال خلال 21 سنة يعني لو كانوا يعملوا في ماذا يعملون لما حصلوا على هذه المبالغ طبعا كثير من الشخصيات في أذهان العراقين يعرفونهم هؤلاء الذين أفسدوا وخربوا وما زالوا يخربون وما زالوا على الساحة ويمرون وينهون ولديهم ميليشيات وقوى وتحكم بالعراقيين وتزيد العراق بأسا يعني تشرثما ومنقساما وإذية وسوءا وخسارة هؤلاء الذين يمتلكون كل هذه المليارات في بلد يبلغ عدد الفقراء بشهادة تقرير لمنظمة الأغذية العالمية WFB WFB التابعة للأمم المتحدة تقول تقرير موسع لها عن العراق والوضع في العراق والوضع الاقتصاد تحدث عن 12 مليون 27 شخص تحت خط الفقر يعني تحت خط الفقر نحو 13 مليون بمعنى هؤلاء لا يجدون نقود يومهم غالبيتهم يأكلون من الوزاب من بقايا لطعمة في حاويات الزبالة معلسف الشديد في وقت في أكثر من 35 مثل ما يتحدث هوشير زيباري 35 عراقي يمتلكون أكثر من مليار دولار من أموال هؤلاء سرقوها من أموال هؤلاء وتحدثون عن المظلومية ونحن جئنا من أجل المظلومية وجئنا من أجل الدين وجئنا من أجل وشعارنا الحسين وشعارنا معرف منه غاي كذبة كبيرة يعني مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد أن يقبلها الشعب العراقي ويقبل أن يتعايش معها مهما كانت قناعاته وهذا ما لها علاقة لا سني ولا شيعي ولا كردي ولا عربي ما لها علاقة هذا لها علاقة بحق وحقوق وعدالة وسرقات وفساد هؤلاء يسرقون ويفسدون باسم الدين وباسم الحسين وباسم المذهب وكذبة كبيرة جدا جدا ويدفعون الناس إلى تغييب عقولهم وتغييب أجسادهم وتغييب كل شيء لكي يذهبوهم إلى السرقة والنهب شنو 35 شنو 35 يعني لكل واحد يمتلك مليار 35 مليار 35 مليار تعادل موازنات دول بسنوات 35 مليار دولار هاي الفقراء في العراق العراق كله تغربة للعراق تجيب لها خدمات وتجيب لها مصايب كبيرة كل واحد يمتلك الله أعلم كم مليار 13 مليون تحت خط الفقر بطالة بسبب بين الشباب التقارير تتحدث يعني أنه نسبتهم فقط من الشباب أكثر من ربما 40% فقط من الشباب القادرين على العمل وإحنا بلد يعني من 65 إلى 70% من الشباب بلد شاب وسنويا يدخلون إلى سوق العمل بين 750 إلى 800 ألف عراقي بطالة عالية جدا جدا مصايب كثيرة طبعا البطالة بين النساء تصل فوق 70% أكثر ربما 80% ومن الشباب مثلما تحدثنا ودينا موازنة 48% فيها بها عجز موازنة وللتربع حيروح للرواتب ومصايب كبيرة وحتى ربهم الناس لتطلع عليهم تظاهرات وطروات بكيفهم يعني معدلات الفقر ترتفع في العراق تزداد ولا تنخفض ماكو خطة اقتصادية يعني وزير العمل الشيون اجتماعية يقول نسبة معدلات الفقر والله يبشر العراقي ننخفضت كنا بالمرتبة 66 وصرنا بالمرتبة 86 شنو 66 شنو 86 يعني يتحدث عن الفقر كنا بالمرتبة 86 وصرنا بالمرتبة 66 درجات الفقر حسب آخر تقرير للممتحدة معدلات الفقر في العالم 66 ولا 86 كارثة هذه بلد يفترف العراق من أغنى البلدان يفترف شعبه مترفته ما بي فقر ما بي ما بي ما يدخل هذه القائمة ما يدخل قائمة الشعوب الفقيرة ترتيبة يبشرنا ترتيبة 66 ومين هذه الترتيب والله أكثر من 86 وكثير لا كو خطة لا نسبة معدلات الفقر ما تنخفض نسبة البطالة ما تنخفض دزداد ما كو خطة اقتصادية لمعالجة الفقر برنامج اقتصادي لمواجهة معدلات الفقر المرتفعة في البلاد لمعالجة معدلات البطالة المرتفعة ثانيا ما هي السياسة الاقتصادية في العراق يعني من عام 2003 لحد الآن التحدى أي واحد وزراء مالية وزراء اقتصاد تجارة ورأساء وزراء خلي قلونا يطلعوا نعيش شعاق وقلونا سياستنا الاقتصادية واحد ثلاثة اربعة وضمن هذا المنهج شنو المنهج لا نحن رأس مالية لا نحن سياس السوق لا نحن اشتراكية لا نحن نظام عبثي فوضوي سرقات وفساد ودمار ويتحججون وازدهار ومظلومية وديمقراطية هاي ديمقراطية الناس خليتهم يكفرون بالديمقراطية يكفرون بهذه القضية لا يريدونها الناس قاموا تتحصر على الماضي مع سيئات الماضي مع كل السؤال اللي بالماضي يتحصرون عليه مع كل ما شافوا بالماضي لكن الماضي بالنسبة لهم وهو واقع حال هو أفضل لأن كان بي بناء كان بي عمل كان بي زهار كانت بي شخصية للبلد كانت بي هوية للعراق كانت هناك هوية لأن ما هي هوية هويت 35 واحد من عندنا يبتلكون مليارات سارقية من من ابناء الشعب هي هذه الهوية هاي اللي جيتوا من إنجلة هاي واحد وعشرين سنة منهجنا يعني الحسين منهجنا في إدارة الدولة والشعب والمحافظة هاي هو هذا منهجكم هو هذا المنهج هذا منهج الحسين رضي الله عنه منهج عدالة ومنهج قيم ما لا علاقة لكم فبراء منكم الحسين براء من كل واحد يتحدث بهذه الطريقة فساد وخراب وأحزاب أحزاب أحزاب فاسدة جدا جدا وتسرق مؤقود الشعب وتسرق لقمة العراقين وما لا علاقة لا بسني ولا بشيعي يعني هؤلاء لا يمثلون لا الشيعة ولا السنة ولا الكراد ولا العرب ولا مزاوة هاي مجموعة من الصراق عصابات تسرق وبالتالي هذا الوظن العراقي من سيء إلى أسوأ وهذه النسب التي تحدث عنها أو هذا الأعداد التي تتحدث عنها أو الشيار الزيباري ربما لا تشكل الحقيقة الحقيقة أكبر من هذا بكثير والعراقين يتساءلون يعني أكثر من نصف تريليون يعني 1500 مليار دولار أين ذهبت خلال 21 سنة سرقات ونهب الأمريكان جابوا جابوا مجموعة من الصراق وهم صراق يعني مثل ما يقول محمد حسين هيكل في وقتها قال لصوص وسطوا على بنك تحدث عن هؤلاء الذين حكموا العراق وجاءوا مع الأمريكان لصوص وسطوا على بنك هذا واقع الحال العراق هو البنك ويسرقون من عنده وتكلمون عن الدين والديمقراطية والحرية والاستقلال والمظلومية كذ من يعاني من المظلومية يعرف كيف يصون الناس ولا يظلمهم من يعاني من الدكتاتورية يجب أن يكون ديمقراطي يجب أن يكون حر يجب أن يكون إنسان واعي ويحترم حقوق الناس هذا اللي فعلته 21 سنة بي من هذا مع الأسف الشديد تسرقون الناس وتخربون البلد وتحدثون بمناهج أنتم الأبعد عنها وأنتم ضدها وأنتم مخربين لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر